بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات الانتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر فاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا هلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم نزير قالوا بلى قد جاءنا نزير فكسبنا وكلنا ما نزل الله من شيء من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بزنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بزاة السدور ألا يعلم من خلقه وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لهم الأرض بلولا فانشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف لكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان هكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبز ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوه في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماع والأبصار والأفئدة قليلا لما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إن إنما الهلم عند الله وإنما أنا نزير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوجه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني يمراه ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العزيز